مساء الفل ازايكم الحقيقة بس قبل ما كوش في موضوع الرئيسي بتاع الفيديو انا بس عاوز ارد على حاجة كده في واحد اسمه صلاح الراجل ده يعني مش عارفه اقول عليه ايه الراجل ده صحي الصبح وقام منزل تغريدة وقال لك يا جماعة اللي زعلانين على بنت او جمال بنت دونالد ترامب اللي هي ايفانكا ترامب مزعروش احنا جايل لنا سالوخ من عالم تان احنا جايل لنا واحدة بقى اجمل بكتير جدا مين قال لك اشلي بايدن وقال لك هي دي صورتها ومن الاخر طب هل الناس هوفت على كده الراجل الظهر اصار اهتمام الناس فاخدوا التغريدة بتاعته دي ونزلوها على كذا بقى ايه تغريدة تانية وعملوا صور وافلام مين اللي رد عليهم يعني انا بس حاولك تتخيل مين اللي حاول يرد على الصور دي الCNN بص بقى الCNN في عز الانتخابات ما هي شغالة وعز بمشاكل امريكية ثابت كل حاجة ومنزلها بقار وقيت لك يا جماعة بطلوا فاتي وبالنسبة لأشلي بايدن دي مش صورتها الصورة الحقيية لأشلي بايدن هي الصورة دي يعني بقى ملاش فاتي الله يكرمكم خلاص طيب هو صلاح والناس اللي زيه دول بيستغلوا ايه بيستغلوا ان اشلي بايدن دي ملاشوا اي حاجة يعني اشلي بايدن دي لا سياسية ولا اقتصادية ولا اي حاجة الستة عندها تسعة وتلاتين سنة وبتشتغل في تصميم الازياء يعني مصممة ازياء وفي نفس الوقت هي بتشتغل في العمل العام فعشان كده ملاش صورة واضحة او متصورة كتير او صورها ممتشرة فعم صلاح واللي زيه بيستغلوا الاوضاع دي السؤال الرئيسي هنا كالعيتي هل بالفعل احنا هنخسر جمال ايفانكا ترامب وميلانيا ترامب؟ بص اجاباتا عن وضوع ده لان بالرغم ان جزها يهودي ويناصر اسرائيل والكلام ده كله بس الستة صاروخي يعني بتيجي بقى على ميلانيا ده موضوع تاني ده قصة غير القصة طب ايه القصة؟ بص احنا عندنا مصيبة صودة احنا النهاردة بنتكلم في مصيبة صودة بس عشان اقول لك المصيبة لازم احكي لك القصة من الاول القصة كلها ان ميلانيا دي عندها خمسين سنة موليد سلوفينيا المصادر بتختلف هل الستة دي من اسرة فقيرة او متوسطة في مصادر تقول لك كده وفي مصادر تقول لك كده بس هما بيتطفقوا ان عندي سنة ستاشر سنة بتاعت تشتغل موضل موضل اعلانات بقى ولبس وفاشن وحاجات زي كده هل سكتت؟ نعاوز اقول لك انها طلعت من سلوفينيا راحت باريس وعملت شغل كويس جدا بعد باريس راحت ميلان في ايطاليا بعد ميلان راحت المانيا بص الستة بتاعت تنتشر جيم بس مش النجاح اللي هي بصاله حد ما وصلت فين؟ امريكا او وكالة موديلز بتاعت برضو تعمل شغل كويس بس خلينا نتفق على حاجة كل المصادر بتقول لك انها مش وصلة للنجاح الباهر يعني مش اللي هي الطاب يعني مش الساروخ الساروخ يعني لحد بست التحقت بوكالة موديلنج تابع دونالد ترامب او اسمها ترامب موديلنج ايجنسي من هنا نشأت علاقة بين دونالد ترامب وميلانيا ترامب والحقيقة ان هما تجوزوا سنة 2005 هو بيقول لك ان هما كانوا متفقين عن جواز سنة 2001 والجواز ده اتفاعل سنة 2005 من ساعة ما الجواز ده اتفاعل ويقول لك الحياة شقلبت بالنسبة للميلانيا ترامب وبتدى صروتها تزيد برغم انها مكادش موديل طوب بس بتداد صروتها الاساسية تزيد مش من شغلها موديلنج انما شغلها مع دونالد ترامب وبتداد تعمل الفلوس حلوة جمب سنة 2006 وخلفوا ابنهم بارون ترامب الراجل ده حاليا عنده 14 سنة زي ما انت هتشوفه الصورة دي هو تقريبا اطول من دونالد ترامب كمان يعني الوطويل قوي المهم خلي بس اقول لك معلوم صغيرة كده عن بارون ترامب الولد ده جاله كورونا الشهر اللي فات بس هو حاليا نخاف ومعندوش اي مشكلة طيب لحد الوقت دي حياة ميلانيا ترامب كويسة جدا وفلوسها بتزيد كل يوم وعندها ابن وعايشة في عيشة كويسة جدا وخلي بالك ان ساعتها دونالد ترامب يشتغل مطور عقاري يعني الراجل عنده ثروة كبيرة جدا ماشي؟ لحد ايه؟ لحد ما دونالد ترامب قرر يترشح في الانتخابات اللي طالع من التقارير ان هي كانت معارضة الخطوة دي يعني مكادش معها ان دونالد ترامب يترشح في الانتخابات وبيقولك ان بعد ما دونالد ترامب خد الخطوة دي هي توقعاتها ان هو مش هيكسب لدرجة انها انه انهارت بالبكاء على حسب جريدة نيويورك تايمز انهارت بالبكاء لما دونالد ترامب كسب ليه؟ مش بصدق نفسها يعني ست ايه ده؟ هو فعلا هيكسب ده فيه كده ولا ايه؟ فالحقيقة ان ميلينيا ترامب جتلها فرصة العمر انها تبقى السيدة الاولى خلي بالك ان هي طولها او طول ميلينيا ترامب 185 سنتيمتر بيقولك ان هي تاني اطول سيدة اولى في تاريخ امريكا تاني حاجة هو بيقولك ان دي تاني واحدة متكونش من اصل امريكي يعني تاني سيدة اولى في امريكا متبقاش من اصل امريكي لا دي هيا من سلوفانيا ومعها اقامة امريكية وبعد كده جالها الجنسية الامريكية الحقيقة ان الحد هنا ماشي اللي جاي بقى مش ماشي خادص اللي حصل ان فيه مساعدة لدونالد ترامب في البيت لابيان اسمها اوموروسا نيومان الستي دي طلعت فيه برنامج بريطاني اسمه داريسوند فيه قناة بريطانية وقالتلوم مفاجأة كبيرة جدا قلتلوم ايه؟ قلتلوم على فكرة مرات دونالد ترامب هي ميلينيا ترامب بتعد السواني والدقاء عشان تتلب الطلاق من دونالد ترامب قالتلوم ايه Familie tengo statement انا ساعدت بكذا غير محرك اولا انت لو جيت ابص على مناظرة اائلة اللي حصلت بين دونالد ترامب ودو بايدن. هتلاقي ان مراد هتحضنت تحضن جوبايدن انا ميلينيو ود wrap وما حضنتش دونالد ترامب لو كانت مسلامت عليكم منها بورود وحتى وهم ماشيين من المناظرة مرضتش تمسك ايده وقامت قيلة سر خطير جدا قالت ايه؟ قالت لهم انتم عارفين ان ميلانيا ترامب ودونالد ترامب مش بيناموا في قوضة واحدة اصلا ده كل واحد فيهم بينام في قوضة معينة او بينام في قوضة معناسة قال لي بالك اومروسا دي دي كانت مساعدة دونالد ترامب وطردها من فترة ماشي؟ بس ايا ست بتستشهد بناء على علاقتها مع دونالد ترامب وميلانيا ترامب قالت لهم ايه؟ قالت لهم على فكرة علاقة الجواز دي بين ميلانيا ودونالد ترامب دي اغرب علاقة الجواز شفتها ليه؟ قالت لهم اولا ان يصحوا الصبح او يبقوا الصبح مع بعض كويسين بعد كده يختلفوا ما يبقوش طقيقين بعض بس اللي انا شايفها ان الست ميلانيا ترامب في اخر فترة انا شفتها مكادش مبسوط وكانت مش قدي كده مع دونالد ترامب هنا تسأل جريدة السن البريطانية سوال مهم جدا هي ليه ميلانيا مطلبتش اطلاق لحد الوقت الاجابة في نفس المقال بتقول لك ان ميلانيا ترامب مطلبتش اطلاق حفاظا على شكل دونالد ترامب وحفاظا على شكل الرئاسة الامريكية يعني مش عايز تتحرق الرئيس دهني قالت لدي جريدة الترامب تتجربً عن طلاق من رئيس الامريكي مش عايز تتحرد دونالد ترامب في نفس الوقت هي بتقول ان احتمال يكون في صفقة عقدها دونالد ترامب مع ميلانيا ترامب وت entrepreneurs مطلبش اطلاق دلوقتي فالصحيفة بتستشهد بتقولك ان هو دونالد ترامب كان عامل صفقة مع مارلا اللي هو كان متجاوزها قبل ميلانيا ان هي متكتبش اي حاجة عن حياتهم الشخصية او تسقلوا باي شكل بالاشكال مقابل فلوس او مبلغ مالي فالصحيفة ما استبعدتش ان الصفقة دي تكون معمولة مع ميلانيا ترامب وخلي بيالك ان الصحيفة برضو بتأكد ان في توطر في العلاقات بين ميلانيا ترامب ودونالد ترامب الحقيقة او ماروسا دي مسكتتش علي كده وقعدت تقولك على فكرة لو انت جيت تبص على كذا صور قبل المناظرة الامريكية هتلاقي ان ميلانيا دي مش طيقة دونالد ترامب واستشدت بكم صورة انا هارضها لك هنا وقالت فيها ان العلاقات مش قد كده وقالتك اهم سر في الموضوع ان لما جيه دونالد ترامب رئيس للولايات المتحدة الامريكية ميلانيا ترامب منقلتش على طول قعدت فترة في نيويورك قبل ما تروح واشنطن العاصمة ليه؟ بقيت لك والله هي كانت بتقول انا لسه هستنى مدارس بتاعة ابني لو بارن ده يخلص وبعد كده اول من مدارس تخلص هاروح واشنطن بس هي كان فيه مشكلة بين ميلانيا ودونالد ترامب في الوقت ده او هي بتقول كده الصحيفة حابت تتأكد من معلومة دي راحت لمين؟ راحت لصاحبة او مساعدة ميلانيا ترامب الشخصية اسمها وينستن والكوف الست دي اكدت ان فعلا كان فيه مشكلة بين ميلانيا ودونالد ترامب قبل ما يروحوا البيت الامر السؤال السؤال انا حاجة مهمة جدا هل ميلانيا لو اطلقت من دونالد ترامب هل هي مثلا مش جنية؟ انا عاوز قولك ان الست دي صار واضحة حاليا 38 مليون دولار الصروة دي حققتها لما كانت ماضل؟ بس هو بيقولك ان الصروة دي محققتهاش لما كانت ماضل فقط هي حققت بعد ما بقت زوجة دونالد ترامب وينستن والكوف دي بتقولك ميلانيا ترامب عاشت عيشها كويسة جدا دي واحدة كاتماضل مش مشهورة مش بعروفة قوي فجأة بقت زوجة مطور عقاري غني جدا ومعروف جدا جوا نيويورك بس كده دي بقت السيدة الاولى طب هي عاوزة ايه؟ وينستن والكوف دي بتأكد لك ايه؟ بتقولك ان اقصى طموح لميلانيا ترامب لما جات امريكا انها تحصل على الاقامة والجنسية الامريكية دلوقتي بقت السيدة الاولى الحقيقة ان كل ده قوم والتصريح او التصريحات اللي تعت ميلانيا ترامب اللي طلعها الاخيرة الايام دي خطيرة شوية اولا هتلاقي في تصريحاتها كلام مؤيد سنة لبايدن الحقيقة الكصة وقفت عند هنا او مقال خلص عند هنا بس انا عاوز اقولك حاجة هنخسر كتير قوي لو ميلانيا مشيت انا شايف ان لا زوجة جو بايدن كويسة ولا بنته كويسة ولا ابن عيدل يعني ابنه فاسد يعني فهنخسر جامد جدا مش هنشوف ميلانيا ثاني في الاخر يا رب اكونش رحت لكم بوضع بشكل مبسط يا رب انسوا لمصر تحيا مصر السلام اشتركوا في القناة الارضون اشتركوا في القناة لا تحيا مصر ترجمة نانسي قنقر